الحمد لله الناس بتتكلم عن المسلسل بشكل حلو الناس مبسوطة بي ومبسوطة بالشخصية كلها الناس بتبعتلي ان هو عبد الرحمن ايه اللي حصل له كده تبقى انت كويس الناس بتدي على حربي ايه وشيخون فالحمد لله الناس متفاعلة مع الموضوع قوي انا يعني فكرة ان انا اسيب مسلا لدقن شوية تطول انت عايز اعمل كده على اساس ان هو ابقى مختلف عن اللي لأ شوية عن اللي لأ عملته قبل كده الناس تشوفني بشكل جديد نوع الناس بتبعت له ايضا تكبرت امتا فده بيحصل يعني والله فكرة الاسبري يعني احنا فكرنا نعمل ايه وصلت يوم التصوير فكرنا نعمل ايه كنت مفكر نعمل حاجة بعد كده لأينا مش هتصبت فممكن نعمل ايه فجات فكرة ان احنا نصبغ الشعر اكسجين حلولا صبخت اكسجين والله فكرة ان هو يعني فكرة محمد امام وانت دور كويس معاه وبعمل اخوه وبيحصل احداث كتير ليه علاقة بي وانه هو بينتقم له احيانا انه هو فكل ده كان دافع عليا في مشاهد كانت صعبة فدي كانت بالنسبالي تحدي اللي هو نجرب بقى يلا في مشاهد معينة انما الدور نفسه هو دور بالنسبالي جديد ومختلف عن اللي عملته يعني فكان اه يعني هو كان حاجة جديدة يلا نجرب حسنا محمد امام طبعا أنا من نجم كبير يعني كان نفسه اشتغل معه من زمان أنا محب افلامه وابقى ادخله سانيمة فاول ما حصل انه هو انا جاي للدور اتبسط جدا يلا بينا لقى التمثيل مع حاجة هو طلقائي وكل حاجة من قلبه ومذاكر للدور اللي بيعمله كان بيتكلم معاين فان هو عايز يبقى مختلف عن دور حتة اللي عمله قبل كده في فيلم الحريفة بالضبط فهو حتى بعد كل مشهد كان بيسأل يعني مشهد بيننا وبين بعض كان بيسأل حلو قال ايه فهو لأه وعنده طاقة وعنده حاجة اللي هو عايز يقدمها هو كان بيقول انه هو كان يفسر ممثل من الاول فحتى باين ده انا شايفت ان يعني يعني لازم يبقى فيه مش عادي سميها ايه بس يعني بقى رحماء شوية مع بعض لازم نبقى بالضبط لان هو هو مش شرط عمت ان انت عشان تمثلت بقى انت درس تمثيل هو الفكرة ان انت يبقى موجود الموهبة وبعد كده تنميها يعني بالضبط عنده قمول من الناس وناس كتير بتحبه وناس كتير كتير يعني بتدعمه فياةةةةةةةةةةةة وحتى هو ما كانش بيتقرم له واحدوا وكان الفريق اللي عمل كله بالضبط كأن فريق اللي عمل كله بيتقرم معه يعني يعني ما كانش هو له وحتى لو هو الواحده برضى يعني 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 أنا بالنسبة لي طالما الموضوع لا أشعر أنك لا تكتفت منه أو أنك مليت يعني طالما لا يوجد مثال.. لو أنا مليت يبقى ما كان ينفع يبقى ثلاثين حلقة إذا كان لازم موضوعي يتشد عن كده لو أنا لا أكتفت إذا كان يبقى ممكن يبقى أكتر راح داس يبقى ثلاثين حلقة فهو الفكرة أنك تبقى بس الإقاع الموضوع مجدود و لا أشعر أنه لا أشعر أنه لا أكتفت أشعر أن الدنيا جلوينت